موسيقى كاذا كانت هل كانوا يعبدون بالسجود والركوع أنسا قد كانوا قائدين على الكراسي في الكنيسة التي لا تختارف عن المسرحة في الديمع شكرا كثير شكرا كثير على السؤال خلينا أقول لك أخوي عبد الله أنا أجيت يتوي من بلد عربي وكنت في اجتماعات ومعظم المؤمنين أو الأغلبية الصاحقة كلهم من خلف إسلامية ويعني عاملين في شخص عامل كنيسة والكنيسة عليها حصيرة ومساند وفعلا قعدنا على مساند وعلى حصيرة بالنسبة للأنبياء طبعا بالنسبة للعبادة هو العبادة طبعا تقديم شيء لله ولكن أيضا الله هو الموضوع موضوع العبادة فالله غير محدود في مكان ولا في زمان فهو خارج نطاق الزمن ثم الله موجود في كل مكان بيسمعك في كل مكان والعبادة هي سك بالقلب يعني مش مجرد تعبير كلمات لأن المسيح حذر من تكرير الكلمات ولسيما في الصلاة والعبادة منشوف فيه أنبياء كانوا بيركعوا كانوا بيسجدوا فيه كانوا بيصلوا هم واقفون وهم راكعون وهم جالسون أمام الرب ويونان صلى في بطن الحوت ودنيال كان في جب الأسود وهكذا يعني فيش طريقة محددة معينة ولا حتى اليوم استخدام الكراسي هو مع التطور والكتاب المقدس ليس ضد التطور فاليوم فيه كنايس بتستخدم كنبيات فيه كنايس بتستخدم كراسي وفيه كنايس بتستخدم بنوك مخلعة مكسرة وفيه ناس بتستخدم ما زالت تستخدم الحصيرة والمساند أنا رجعت من اجتماع كان فيه عدد كبير من أحبائنا من خلفية إسلامية اللي كانوا بيصلوا لكن كلنا جميعا كلنا جلسين على الأرض اشتركوا في القناة